اشتركوا في القناة وهعمل الطريقة مع حضراتكم بالتفصيل زي معرفتها وهنشوف النتيجة مع بعض وان شاء الله تطلع نتيجة كويسة بسم الله واول حاجة بنبتدي بيها ضروري السمك البوري يكون طازة وطبعا بيكون ليه موصفات هنتكلم عنها بعد كده انا جبت سمكتين وزنهم 800 جرام وده حجم وسط ونقدر نجيب حجم اكبر من كده لكن ما يفضلش الحجم الصغير وبعد ما بنشتري السمك ضروري نغسل الخياشين بتاعته تحت الميا علشان احيانا بيكون فيه هاطين لو سبنا ممكن يعمل بكتيريا والسمك بيتخلل بنخلي راس السمكة لتحت علشان اي حاجة منجودة جوه تنزل مع الميا وبعد كده بنمشي ميا بسيطة على السمكة من برا مش مطلوب طبعا انها تتغسل بطريقة اكتر من كده ودي طبعا الطريقة البيتي لان الفسخاني مش بيخسل السمك خالص وزي ما حضراتكم ملاحظين فيه حاجات فعلا نزلت مع الميا موجودة في الطبق بعد كده هنشف السمك كويس جدا بمناديل مبخ او بمناديل عادية لان طبعا المناديل بتمتص الميا بقوة ضروري ان احنا ننشف السمك كويس جدا ولان الفسيخ بيتعمل على مرحلتين مرحلة التفسيخ ومرحلة التمليح المرحلة الاولى اللي انا بعملها دلوقتي بعد ما غسلته ضروري انشفه كويس جدا ويتساب لمدة يوم كامل والفترة دي بتخلي السوائل اللي جوه السمكة تنزل كلها ولو حبيت ان انا امتص السوائل بشكل افضل بحط مناديل في خياشيم السمكة وبعد كده بعمل عملية ضغط على سلسلة السمكة علشان تفصل شوية عن اللحم بتاعها وده فايدته ان السمكة بتستعد لامتصاص الملح وبرضه دي فايدة اليوم الكامل اللي السمك بيتساب فيه بيحصل له عملية تخمير وده برضه بيخلي الانسجة بتاعة السمك تفتح من بعض وده برضه بيكون استعداد لامتصاص الملح وممكن اسيب السمك في الصينية زي ما هو او احطه في حاجة غويتة وتكون الراس لتحت لضمان ان كل السوائل اللي جوه تنزل بسهولة وبعد ما سبت السمك لمدة يوم هنلاحظ ان السمك خمران شوية او منتفخ شوية وكده حصل له عملية ضعف للانسجة وفتحت من بعض وبتكون كده مستعدة للمرحلة التانية واللي هي التمليح بشيل المناديل من الخيشيم وهبتدي في المرحلة التانية اللي هي التمليح ومقدار الملح اللي هستعمله للسمكتين نص كبية من الملح الخشن الخالي من اليود وهحط له معلقة من الشطة والشطة اضافة لللي بيحبها لكن الطبيعي ان السمك بيتخلل بالملح بس في بعض الناس بتستعمل الملح الناعم العادي طبعا ما فيش مشكلة نقدر نستعمله لكن الافضل الملح الخشن بملأ الخيشيم بالخلطة اللي عملتها بالملح والشطة وضروري اضغط على الخيشيم كويس جدا علشان اضمن ان الملح دخل وتوزع في الخيشيم كويس قوي طبعا لما الخيشيم بتتملي بالملح البقب بتاع السمكة بيفتح بحط فيه برضو كمية من الملح ولو احنا بنعمل الفيزيخ في الصيف بيقعد من 5 ل 6 ايام ولو في الشتاء بيقعد 15 يوم لكن لو الجو معتدل زي الربيع بيقعد 8 ايام بس وطبعا الوقت ده مناسب للسمك اللي بالحجم الوسط لكن لو الحجم كبير لان في بعض الناس بتخلي الفيزيخ بحجم كبير جدا بيوصل لكيلو ونص للواحدة ده بيقعد مدة اطول من 15 يوم بيوصل لمدة شهر ولو الفيزيخ طلع ناشف بيكون بسببين اما الحجم بتاعه صغير جدا او بياخد كمية ملح كتير ما يفضلش طبعا ان احنا نحط لسمك واحنا بنخليله كمية ملح كتيرة خالص انا هبتدي دلوقتي اكيسه بعد ما مليت الخيشيم بالملح فضل الكمية بسيطة معايا هرش جزء منها في الكيس وهبتدي دلوقتي احط السمك عليه لكن انا هستعمل اضافة والاضافة دي من عندي انا هستعمل شرايح لمون ودي فايدتها ان اللمون بيكون مضاد للبكتيريا ودي ضمانة للي بيقلق شوية ان السمك يحصل له اي عملية تعفن او انه يبوز اللمون طبعا بيحافظ على السمك انه ما يتكونش فيه اي بكتيريا خالص بالاضافة كمان ان هو بيحد من الريحة الصعبة اوي للفسيخ اول ما بيجهز وبعد ما رصيت شرايح اللمون في الكيس همسح على ظهر السمكة بكمية بسيطة من الملح ولو نسيت عملية الضغط على السلسلة في الخطوة الاولى اقدر اعملها دلوقتي قبل ما حطي السمك في الكيس لكن ضروري ما نضغطش على بطن السمكة نهائي هحط السمكتين عكس بعض وهطلع الهواء اللي جوه الكيس وبعد كده هربط عليه باحكام انا هغلفه في كمية كتير من الاكياس لكن هتعامل مع السمك بحرص علشان ما نضغطش عليه جامد بعد ما هحطه في كسين ثلاثة هلفه بالبلاستيك لستريتش وهحطه برضه في كمية تاني من الاكياس والطريقة دي طبعا ضمانة ان ما يدخلوش هوا لان الهواء من الاسباب اللي بتخلي السمك يبوز وعلشان اعرف السمك البوري الطازة اول حاجة العين تكون بتلمع لكن لو لقيتها بيضة او مطفية السمك ده ما بيكونش طازة خالص تاني حاجة الاشور اللي عليه بتكون متمسكة اهم حاجة الخيشيم لو الخيشيم لونها اللون الاحمر الوردي دي من اهم الحاجات اللي بنعرف منها ان السمك ده طازة وزي ما حضراتكم شايفين انا استعملت كمية كبيرة من الاكياس ضمان ان السمك ما يدخلوش هوا كده انا هسيبو لمدة خمستاشر يوم لكن كل يوم هقلب الكيس على جنب علشان السوايل الجوه تتوزع كويس جدا على السمك ودي كانت الطريقة البيتي انا عملتها بكل التفاصيل اللي عرفتها لكن محل الفسيخ طبعا ما بيعملش الطريقة دي نهائي كل اللي بيعمله بيرص السمك البوري في برمي الخشب وما بين كل صف سمك بيرش طبقة بسيطة من الملح الخشن وبالشكل ده انا خلصت طريقة تخليل الفسيخ ان شاء الله افتح عليه بعد خمستاشر يوم ونشوف النتيجة مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى